الفقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع وزير الدفاع بجمهورية سربيا والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا في زيرة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة في ضوء مجالات التعاون العسكرية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد ميلوش فوجافيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية سربيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والصربية وأعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة المصرية والصربية في مختلف المجالات العسكرية مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية لكل البلدين الصديقين من جانبه أعرب وزير دفاع جمهورية صربيا عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي والدولي متمنيا أن تشهد المرحلة القادمة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري لكل البلدين حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين والسفير الصربي والملحق العسكري لجمهورية الصربيا بالقاهرة